اهلا بحضراتكم من جديد طبعا الفترة دي يمكن الدوري او الدوري الممتاز لكل الالعاب لسه ما ابتداش فاغلب الالعاب الجماعية بيلعبوا بطولة القاهرة تعارفين طبعا ان في اي اتحاد عامل الدولة عبارة عن مناطق فالنادي الاهلي بيقع في منطقة القاهرة كان زمان بيبقى منطقة القاهرة والجيزة بس بقى انتشار الالعاب وبقى في اندية كتير بتشارك في الاتحادات بقى منطقة القاهرة منطقة منفصلة فاليومين دول بطولات القاهرة بتتلعب يمكن احداثهم كان بطولة القاهرة لكلة اليد للسيدات بيشارك فيها وكان مبرح عندهم مطش مع هوليدو وفوزنا 33-9 يمكن المطش الاسكور كبير الفرق كبير ولكن ده بيبقى مبراج جيدة للاستعداد للدولة الفرق الاول لسيدات كورة اليد بنادي الاهلي بقى قيادة مديره الفني كابتن يحي يوسف فاز على هليوبل زم قلنا لحضراتكم 39-9 في 3 مطشات بطولة هوليدو انا اسف في 3 مطشات بطولة منطقة القاهرة المطش تلعب زم قلنا لحضراتكم من بارح على صارة هليوبلس عشان كده انا تلخبطت شوية هليوليدو هليوبلس جيران قوية على فكرة مصر الجديدة برضو بمدينة الشروق فرقتنا كانت كسبة المطشين اللي فاتوا على حساب نادي حلوان العام ونادي هليوبلس فرقتنا كانت كسبانة كل بطولات السنة اللي فاتت وطبعا بتشارك بأول بطولة القاهرة وعندها السنة بطولة القاهرة كأس مصر دوره العمومي وبإذن الله هدفنا السنة برضو حصد الربعية بعد الكابوة اللي كانت موجودة السنة اللي قبل اللي فاتت ترجمة نانسي قنقر